منتخبنا الوطني المصري منتخب كرة اليد بيواصل تقدمه بخطوات سابتة في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً في بولندا وسويد المنتخب المصري فاز على المنتخب الأمريكي في ختام دور المجموعات النهاردة 35-16 يعني تقريباً فرق 19 هو فرق 19 هدف منتخبنا تخطى الدور الأول وتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة بعدما كسبت 3 مباريات في الدور الأول على حساب كرواتيا والمغرب والمنتخب الأمريكي منتخبنا مش بس تأهل بالعلامة الكاملة لا ده كمان قدم مستويات مميزة جداً وفي الثلاث مباريات راح جايزة أفضل لاعب لأبطال منتخبنا أول مباراة طبعاً كان علي زين رجل المباراة قدام كرواتيا وفي ثاني مباراة أمام المغرب خدها عبد الرحمن حمايد الحارس الرائع لمنتخبنا لكرة اليد وفي ثالث مباراة خدها حارس أيضاً عظيم جداً هو محمد علي حارس منتخبنا لكرة اليد حاجة تفرح حاجة تخلينا فخرين جداً يعني كالعادة يعني كالعادة منتخب كرة اليد حاجة تفرح حاجة تفرح طبعاً أشرح لكم بنهاية الدول الأول كده نكون دخلين على التقيل في الدور الرئيسي هنلعب ثلاث مباريات على الترتيب يوم الخميس اللي جاي 19 يناير هنلعب مع بلجيكا الساعة 7 مساءً يوم السبت 21 يناير هنلعب مع البحرين الساعة 4 ونص مساءً ويوم لتنين 23 يناير هنواجه الدنمارك الساعة 9 ونص مساءً دي طبعاً أصعب المباريات مباريات الدنمارك هي اللي هتحدد كمة المجموعة بنسبة كبيرة عشان هيتآهل من الدور الرئيسي الأول والثاني إلى دور الثمانية مباشرةً غالباً هنسعد أول أو تاني يعني لو قدر الله خسرنا من الدنمارك هنسعد لو كسمنا الدنمارك هنسعد أول بس أعتقد أنه احنا لازم نسعد أول عشان الدور اللي جاي بأسهل بالنسبة لنا بشكل كبير ويبقى أفضل في هذه الأمور